وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 662 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 655 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وقد تمكنت أجهزة الوزارة أيضا من ضبط قرابة 128 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 455 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض إلى جانب ضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية يأتي ذلك فيما تم ضبط 20 طن من الأسمنت وذلك في مجال البيع بأزيد من الأسعار لمواد البناء فضلا عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر